ليك بشيء إلا وبه خير لك حتى وإن ظننت العكس فارح قلبك لولا البلاء لكان يوسف مدللا في حضن أبيه ولكنه مع البلاء صار عزيز مصر أفيضيق صدرك بعد هذا طول على يقين أن هناك شيء ننتظركم بعد الصبر ليبهركم فينسيكم مرارة الألم يا رب من فتح رسالتي هذه وسمعها افتح عليه بركات رزق السماء رزقا من السماء والأرض ومن نشرها بين العباد فأدخله جنتك بغير حساب ولا سابقة ولا عذاب وفرج يا رب همومه